دعا ساسة في أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة في ألمانيا إلى الإسراع في اتخاذ قرار لصالح إرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا مؤكدين أن عامل الوقت يبدو حاسما صيف ساخن في ألمانيا لفح بحرارته أيضا أروقة السياسة هنا والسبب صواريخ توروس الألمانية بعيدة المدى المحمولة جوا والتي يمكنها إصابة أهداف في عمق الأراضي الروسية وترفض ألمانيا حتى الآن تزويد أوكرانيا بها رغم إثباتهم العكس إلى الآن هناك خطورة من أن تقوم أوكرانيا بقصف أهداف في العمق الروسي حاليا يمتلك الأوكرانيون صواريخ اسكالب من فرنسا وأخرى من بريطانيا وقد أظهروا لنا وللحلفاء الأوروبيين والغربيين أن بالإمكان الاعتماد عليهم لعدم فعل ذلك في مايو الماضي قدمت أوكرانيا طلبا للحصول على صواريخ توروس وكررت ذلك أثناء زيارة وزير المالية الألماني كريستيان لينر إلى كييف أخيرا حصول كييف على هذه الصواريخ المتطورة مبرر من وجهة النظر العسكرية بالنظر إلى صعوبة الهجوم الأوكراني المضاد هناك حاجة إلى أسلحة تستطيع قصف اللوجستيات الروسية وطرق النقل وهيكليات القيادة في الخطوط الخلفية للقتال وتحديدا الأسلحة ذات المدى البعيد أصوات في الأحزاب المشاركة بالإتلاف الحاكم وبعض الأصوات في المعارضة حذرت من أن وقت أوكرانيا ينفد ودعت للتعجيل باتخاذ قرار إلا أن الضوء الأخضر يجب أن يأتي أولا من المستشار أولف شولتس هناك إشارات إيجابية من الشركاء الثلاثة في الاعتلاف الحاكم من أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والليبرالي والخضر لصالح إرسال الصواريخ نحن الآن بحاجة إلى قرار من السلطة التنفيذية وتحديدا موافقة المستشار استطلاع حديث للرأي كشف عن أن غالبية الألماني لا يعتقدون بأن شولتس يجيب بحزم عن الأسئلة السياسية تردده في ملف صواريخ توروس قد يكون دليلا على صحة هذا الرأي توافق في أوسط أحزاب الحكومة وحتى في صفوف المعارضة على إرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا ولا يبقى لإرسالها إلى كييف سوى ضوء أخضر يخرج من مكتب المستشارية إلى البرلمان ياسر أبو معيليك التلفزيون العربي برلين